اللورد كرومويل واحد من أشهر قادة الإنجليز وأكترهم دموية واستبدات كان له جملة معروفة بيقول فيها لو في تسع مواطنين بيكرهون من أصل عشرة كل ده مش مهم طالما العاشر معه سلح هنا هو مأكدش العاشر ده بيحبه ولا لأ ولا فارق معه غير حاجتين أولها إنه مسلح وتانيها إنه ما قالش إنه بيكرهه المهم إنه في إيده سلح والسلح ده زي ما هو أداة للحماية والأمان وبرضه أداة إرهاب وتهديد لما النظام يقرر إنه ياخد صاحب السلاح ده تحت جناحه وهنا يجي السؤال عن التعريف اللي دايما بنقوله لما بنوصف على سبيل المثال يعني نظام زي دولة السيسي بإنه نظام مستبد وقمعي يعني إيه استبدات ويعني إيه خمعة وإيه أهم أدوات الأنظمة دي في قمع شعبها وتثبيت فكرة الرضا الشعبي عن السلطة والرضوخ والاستسلام للحاكم سواء بالترهيب والعنف أو بالوهم وغسيل الدماغ ومين اللي بيرعى وبيدعم وجود التاني السلطة بتحمي أدواتها وعناصرها في تحقي السيطرة ولا عناصرها هي اللي بتحميها ولا الاتنين بيخدموا على بعض ما هي بيننا نشوف الاستبداد والقمع صفتين دايما متلازمين مع بعض ودايما بيتقالوا في وصف أي حكم ديكتاتوري لكن الكلمتين مش بمعنى واحد وإن كانت واحدة فيهم هي النتيجة للتاني ولو حبينا نحط تعريف للاستبداد نقول إنه هو تعبير عن السلطة المطلقة وانفراد شخص أو كيان بالحكم واغتصاب حق الشعوب في المشاركة في أي قرار أو مشروع سياسي للبلد كل ده بيبقى مؤدمات لحالة لازم تظهر كنتيجة لكل ده وهي القمع والقمع باختصار يعني هو اضطهاد فرد أو مجموعة لأسباب سياسية بهدف تكتفهم ومنعهم من الفعل والحركة بكل الوسائل عنف، كمييز، انتهكات لحقوق الإنسان اعتقالات، تعذيب إلى أخه هنا منقول إن الاستبداد هو قرار حاكم بالانفراد بالسلطة والسيطرة والسيادة والقمع هو الطرق والأسليب اللي اتحقق له السيطرة دي وتساعده على استمرار سيادته على حياة الناس وهنا بقى خلينا نتكلم عن أدوات النظام في تحقيق القمع ده وهل القمع ممكن نختزل معناه في القوة بس؟ ولا في قمع معنوي ونفسي؟ قمع تعليمي وثقافي وديني؟ مبدأيا خلينا نقول إن تعريف الدولة القمعية هو إنها الدولة اللي بتتحكم فيها فئة معينة واللي هي ممكن تكون حزب أو طبقة أو قوة مسلحة وممكن في حالة مصر نقدر نقول إن العساكر عملوا فيها عرض الكمبو التلاتة في واحد القوة المسلحة لبست لها طوب الحزب السياسي ومن خلال السرقة والنهب كونوا صروة وأصبحوا طبقة رأس مالية مضروب معها في خلاط المصالح البيزنس ورجال الأعمال فأصبح الجيش المسلح هو اللي بيحكم مصر بالرئيس ضرب البدلة المدنية والصروة هي كل خير البلد اللي شفتينه كرشهم؟ من صفات دولة للسبداد إنها ما بتحققش ولا مهتمة تحقق مصالح الغالبية العظمى من الناس هي بتحقق مصالح اللي في إيديهم الحكم والسلطة بس ومع وجود شعب بديه جدا إنه شايف وضوح مظاهر الفساد دي ولامس تأثير السرقة والنهب وانفراد الحاكم بخير وثروات وموارد البلد فهيكون طبيعي إن السلطة تتوقع اعتراض وعدم رضى الناس والآن تحقيق مصالح الشعب يعني دي حاجة متنقضة مع طبيعة الحاكم لأنه طول الوقت يهمه إنه يحكم شعب بيعاني ومضغوط ومسحول وراء أبسط وأقل حقوق الإنسانية هنا بقى بيجي دور القمع بأدوات مختلفة وعملية تبادل المنفعة وحماية كل طرف للتاني جوا دايرة القمع دي وبناءًا عليه بتختار السلطة عناصرها في كل مجال ودول بيكون مهمتهم مع اختلاف طبيعة أدوارهم يعني هو منع الشعب من الأساس عن إنه يعلن شكواه أو يعبر عن مطالبه السياسي من خلال بقى حزب ولا نقابة ولا تنظيم سياسي مثلا ولأنه كمان الجهل هو حالة مثالية يعني بيحبها وبيساعد على نشرها واستمرارها أي مستبدة فبتلاقي الدولة المستبدة بتحاول تقمع الثقافة نفسها قدر الإمكان وتحارب أي عالم أو كاتب أو فنان يكون واقف على يسار السلطة وتركيزه أكتر على الناس وهمهمهم الدين بقى وطريق تزييف الخطاب الديني اللي بيسموه تجديد الخطاب الديني له مساحة وأهمية كبيرة عند الأنظمة دي وبتعرف إزاي تستغل الدين برضو كوسيلة لقمع الشعب هو كمان كل الكلام ده مضاف ليه بقى السجن والتعذيب وقطع الأرزاء كلها طرق ومحاولات لإجبار الناس على إنهما يقبالوا الأمر الواقع ويتعوتوا عليه ويتعايشوا معاه ويسكتوا على أي فساد أو انتهكات سواء بتحصل للمواطن بشكل فردي أو بتحصل لغيره حتى يسكت يعمل نفسه مشايف لكن المشروع ده بالنسبة للنظام على قد أهميته وعلى قد ما هو ده منهجه في السيطرة والتحكم على قد ما هو عارف أن في حالة مصر مثلا السيطرة على شعب كامل وحشر يعني ملايين عشرات الملايين في عشة فراخ لا يتكلموا ولا يعبروا ولا يثوروا حتى وواقعيا حاجة مستحيلة وكل مستبد هو في طبيعته النفسية من الأصل جبان وشكاك في أقرب الناس ليه وعنده هواجس ورعب ما بيفرقهوش ومهما كانت علامات نفوزه فهو عارف أنه أدفه وأضعف من مواجهة شعب اتحد على كرهه ورفضه وضروري التغيير وهنا بقى بنوصل للسؤال الرئيسي الأدوات إزاي الأنظمة المستبدة دي بتخلق شبكات من المنتفعين وإزاي بتشكل دايرة حاولين الحاكم من المستفيدين يتعاملوا مع النظام بنظرية المنفع المتبادلة عشان يكونوا هم عصيته وجلدينه والفئات اللي بتبرطع في البلد بقى مستفيدين أولا من حماية النظام ليهم وسانيا من الفتافيت اللي بيرميها لهم والفتافيت بتاعته كبيرة وبالمناسبة كل الفئات دي من أدوات القمع مش هنختصرها في البلطاجية مثلا أو العصائل الأمنية القمع في الدول اللي نظامها فاسد زي ما قلنا يعني منه القمع والأذى البدني ومنه القمع المعنوي والنفسي والاجتماعي ولي كل مجال يعني الأمثلة بتاعته من الشخصات اللي مرميين تحت رجل النظام لكن في الآخر كلهم بلطاجية برعاية الدولة على طريقة كل فئة بقى يعني البلطاجي ممكن يكون إعلامي حوارتاجي مثقف وكاتب نصاب قاضي ظالم تليفون ومشحون دايما مستني الأوامر رجل أعمال فاسد رجل دين دجال ومدلس سياسي مصلحي بيلعب بالبيضة والحجر وهكذا كل دول بقى بالمناسبة بيشتركوا مع باقي الشعب في حاجة واحدة إن هم بيبقوا عارفين من جواهم إن برغم وجود أمثالهم كضرورة أساسية لاستمرار النظام لكنهم في الواقع متأكدين إن طبيعة النظام المستبد إنه مالوش عهد ولا عنده حتة الوفاء الأبدي الخدمين مالوش عزيز وإن هم مش في أمان أبدا من غدره مهما قدمونه من خدمات فالعلاقة دايما بين النظام وأدواته في القمع هي علاقة القط والفار حذر وقلق وسوق ظن متبادل وكل طرف منهم مهما أظهر قدام المجتمع حجم التوافق والانسجام ما بين السلطة وأدواتها في القمع بيفضلوا برضو في حالة شك في بعض لأن باختصار طبالين ومنفقين وبلطاقية النظام عارفين إن هم أكتر من الهم عن قلب سهل على الحاكم يزحلقهم ويضح بيهم لأي سبب بل ويقضي عليهم تماما حسب رؤيتهم وصلحته ويجيب غيرهم أما من جهة الحاكم فهو سيد العارفين بطبيعتهم كخدمين وإنهم ما عندهمش منع يبيعوهم كمان لو لأوا اللي يتفعلوهم أكتر أو اللي حقلوهم مصالح أكتر هو عارف إنهم دايما تحتراهن إشارة سيد جديد وعندهم المرونة والليونة الكافية اللي تخلي أمثالهم إيه بيعوه فقارب لحظة ضعف أو بوادر انهيار لحكم وسيطرة عشان باختصار الحاكم نفسه بيكون غالبا وصل للسلطة بنفس منهج المحلسة والنفاق والمؤامرات وعارف إن الخطاب السياسي أو الإعلامي أو الديني مهما يعني بلغ من التدليس والكد ومهما عمله شعبية مزيفة هو في الآخر مش متغطي بقاعدة شعبية حقيقة طب المناخ ده كله بيفرز إيه وبتكون نتائجه إيه على أدوات الخمعة والفئات الفاسدة اللي نظام طالقها على الشعب الحقيقة إن كل الهواجز دي بتجبرهم يفجوروا أكتر لأنهم بيعتبروا نفسهم يعني غرسين في مستنقع خلاص ما قدهمش اختيار غير الدفاع عن استفادتهم للنهاية وبازل أكبر جهد لمزيد من رضا السلطة بيحسوا إنهم دايما معرضين في أي لحظة إن هم يفقدوا الامتيازات فبيزيد نفاقهم ومعاه بتزيد غرسة رجليهم في الفساد أو الافترة وفي كل طرق تحقيق مصلحتهم اللي مرتبطة بمصلحة الحاجة وهو ده عز الطلب لأي مستبد لأن الدولة القمعية بتدور دايما على النمازج دي وبتهتم بيها وبتصعدها وبتلمعها وتعتمد عليها عشان كده تلاقي المستبد ما يحبش يشوف وش حد محترم أو يستفيد استفادة حقيقية من عالم عبقاري الجد أو دكتور ولا مهندس ولا مدرس متميز أو سياسي أو رجل أعمال إيده نظيفة أو رجل دين يعرف ربنا أصلا وطالما طبيعة الزمن والظروف السياسية داخليا وخارجيا بتفرض عليه إنه يتعاون ويستعين بكل النمازج والوظائف دي فبيكون اختياره دايما منهم له معايير محددة إنه يقرب للسلطة أدفه وأغبى وأرخص ما فيه وعنده قواعده وشروطه في اختبار وفرز الأكثر دونية ونفاق اللي متاخد عنهم إنه هم ناس محترمة وشريفة قبل ما يبقوا واجهة للنظام وأداء من أدوات تثبيت وجوده ودعم استبداده عشان كده في العشر سنين الأخيرة ومع تطور وسائل الإعلام وتعدد مصادر الوعي والحصول على المعلومة كتير مننا شاف بعينيه التغيرات اللي حصلت في شخصيات كتير اتحولت لبق وميكروفون للنظام وأداء من أدوات القمع أو التحريض والاستخطاب ونشر الانقسام والكرهية وناس كتير من العصر وأحداث ومواقف قديمة بيستغربوا وبيقولوا إزاي الناس دي اتقلبت للنقيد كده لكن الحقيقة إنه هما ما تقلبوش وما تحولوش ولا حاجة قد ما كانوا عايشين بوش مخالف لحقيقتهم والانتهازية اللي جواهم كانت جاهزة واخد وضعية الاستعداد عشان يلقفوا اللقمة اللي هتترمى من النظام النظام اللي كان ممكن يبقى فاشل أو متعمد الفشل في كل المجالات اللي فيها مصلحة الشعب من ثقافة ووعي صحة وتعليم وفرص عمل اقتصاد وزراعة وصناعة لكنه محضر دكتوراء في تلجيم وتغيب وقمع الشعوب وممكن ياخد جايزة نوبل فعب قرية الرصد والتحليل النفسي للشخصيات اللي بيتعامل معها وبالتالي بينشن وبيعرف يختار مين اللي مستعد يبقى جندي في كاتبة التزييف والقمع التاعتها ومين اللي هيشوهه ويحبطه أو يطرده وينكل بيه أو يمحيه خالص من المشهد وما يتبقاش في الدولة غير السلطة وأدواتها في القمع والاستبداد وشعب بيستقبل بضاعة الغش والأكاذيب باسم الوطني ساعتها بتكون نتيجة توزيع المهمات دي بين الفاسدين كل واحد في مجاله إعلام وفن سياسة مؤسسات دينية أو ثقافية أو تعليمية أحزاب قضاء شرطة كل ده بتكون نتيجته إن عامة الناس بيعيشوا تحت ضل القهر والخوف والقلق اللي بيجبرهم أحيانا إن هم يظهروا ويعبروا كمان عن حبهم للدولة مش لأنها صينة حقوقهم أو مهتمة بيهم وبمشاكلهم لا لعشان آلة التخويف والقمع والكد اللي حواليهم وصلتهم لوهم حب الدولة لمجرد إنها مقزتهمش أذى مباشر لسه أو يعبروا عن حب وتأييد مش حقيقي لمجرد إن هم يتقوا شر الدولة إلا أدواتها من القمع حطى الكارهين لشخص الرئيس في خانة أعداء الوطن اللي بتأتلوا أو بتضروا في أكل عيشهم أو بتحبسوا وبالتالي النظام واعي للحالة دي وعارف إنها مش حقيقية ومش مبنية على اقتناع حقيقية بس ما يضرش خليكوا قلقاني واستمروا في إظهار عكس اللي بتحسوه وإحنا كمان هنعمل مصدقين أو مبسوطين من الدعم والمحبة دول وإنا بقى بيجي دور الشماشيرجية مع دومين الضمير عشان يمارسوا دورهم في إشاعة اليأس جوه النفوس وإن القدرة على الخلاص والتغيير صعبة بل مستحيلة ويختزلوا الشعب كله في شوية الهتيفة والمقبورين عشان ينخبطوا الناس بحالة العشق المتبادلة دي بين الشعب والرئيس الأب والنظام السياسي اللي مفيش غنى عنه ووجوده بس هو الضمانة الوحيدة للأمان والأمن والمستقبل اللي مش هيجي غير على إيده كان معظم المبوضين على اللي جاء كانوا من الناس البسطة فإنت حاسس أنها مظاهرة حب للرئيس لللي جاي هم عندهم أمال كبيرة في اللي جاي ده اللي مخليهم ينزلهم ده اللي مخليهم وتجديد الثقة في الرئيس يعني تخيل أنهم الناس دي يقولك إحنا مش عايزين حد غيره رغم أنها يعني فيها حاجات كتيرة غير يعني غير التعدلات كتيرة لكن الناس البسطاء حكتين في دماغهم أن الرئيس هو المنقذ اللي جاي هو اللي هيحقق لهم أمالهم وأمال ولادهم جميل عشان كده بتلاقي مثلا في مواسم فرح العمدة في أي انتخابات أو استفتاءات بتلاقي نشاط لكل أدوات القمع والترهيب سواء الإرهاب المادي المحسوس من شرطة بتقفش الناس في الأهاوة والمحلات أو الطلبة في المعاهد والجامعات أو كل ممارسات البلطجة على الخصوم أو المعارضة ده غير الإرهاب المعنوي في سحل العمال والموظفين بالأوامر والتهديد بالأزية أو قطع العيش لليرفض أو يبان عليه حتى توجه تاني ومعاء الإرهاب الإعلامي والضغط على الناس للنزول والزحمة لزوم اللقطة وفرض الحالة دي كمعركة ومظاهرة حب ودعم للزعيم ومواجهة لمؤامرات الكوكب على الوطن مش كإجراء ديمقراطي عادي وانتخابات سياسية بتحصل في الكوكب كله والمفترض فيها التعدد والمنافسة وفي نوع تاني كمان وهو الإرهاب والقمع باسم الدين وإن النزول لاختيار الرئيس أو السلطة عموما هو واجب ديني وطاعة لأولي الأمر تتساوى مع طاعة الله سبحانه وتعالى في عرس في حفل لهذه الإيجابية التي تتطلب منك أن تشارك في صناعة هذا الوطن في اختيار قائد هذا الوطن في صناعة مجل هذا الوطن في الحفاظ على أمن هذا الوطن هذا الكلام لا يتحقق إلا بمشاركتك المشاركة هذه هي التي تعطيك الحق في أن تفتخر بنفسك أنك من المشاركين في صناعة مستقبل هذا البلد ومستقبل هذا الوطن الذي تحيط به الأختار من كل حد وصوب من كل ناحية واجهة من كل حد وحدود الأختار حول هذا الوطن تتطلب أن نختار لهذا الوطن من يقوم بأعباء هذه الأمانة ومن يتحمل أعباء هذه التكلفة الباغزة الثمن الوطن يحتاج منك إلى المشاركة إياك إياك أن يفوت كذلك المشهد فتعيش في حياتك وأنت تتذكر لنفسك أنك تخزلت كل البرتيتة دي بتشترك في حاجة واحدة مع اختلاف الخطاب والممارسات إن الشعب المطحول اللي متداس عليه ده يشارك بنفسه بالترهيب أو بترغيب في تثبيت أركان وتدعيم أساسات النظام الظالم القامعي ده وبرضو كلهم بيشتركوا في حاجة تانية إن مفيش مخلوق منهم هينطق بحرف عن انتهاكات في الانتخابات تزوير إرادة الناس فساد في العملية الانتخابية كلها كل ده هيدم تجاهله ويبقى التركيز الأساسي إن الفرد نفسه يتلخبط ويحس إن الأغلبية اللي مكوية زيه بنفس نار القمع والاستبداد والقهر يحس إن هم مؤيدين ومحبين وإن أكيد فيه نجاحات وإنجازات وحكم عاد الرشيد بس هو اللي مشو أخب باله ممكن محتاج كشف نظر وهي دي الحالة اللي بيسعليها النظام القامعي وعلى أساسها بيختار أدواته من جهات وشخصيات تفرمط له الشعب وتلخبطه وبالمرة تخوفه عشان الدولة كلها تتحول لمزرعة حيوان هو بس اللي بيرعاها بشعبها وبأدواته للقامع الاتنين في نظر النظام حيوانات أليفة الشعب بيقوم بدور الغنم بصفة الطاعة والزلل وأدوات قامع للشعب ليهم دور برضو وهو دور الكلاب في الوفاء والتملق هو مش عاوز نمازج تانية خالص فبالتالي بتتلخص الدولة وتختزل في شخص الحاكم لما بينجح إن يوصل المجتمع للمرحلة دي إن يحس إن المجتمع مالوش هوية فاقد للأهلية كبشر يقدروا يفكروا ويبدعوا ويبتكروا ويساهموا فعلا في صنع مستقبلهم ويساعدوا الدولة إنها تقوم وتنهض لا والنظرية اللي لازم تتروج وبناء عليها يتم السيطرة على الشعب إن لولا الرئيس كانت البلد هتضيع كان المواطن هيبقى مش عايش في أمن واستقرار كانت البلد هتتسرق وتتباع إلى أخيره من كل الأساطير اللي بنسمعها دي اللي بتخلي الحاكم لوحده هو المختص الوحيد والمؤتمن الوحيد وأي حد غيره أو أي فكرة بره صندوق أفكار الزعيم اللي عارف يعني إيه دولة نتيجتها المؤكدة هي الضياع والخراب وأنا أكلمكم عشان تبقى عارفين يأنه أوقف ونبقى بدولة مصبوط يسيب مكاني وامشي من هنا يسيب مكاني وامشي من هنا ويبقى أي حد تاني جيهتولى البلد دي يضيعها يخربها بالضبط كرة الدولة هي الحاكم ولو أفش وحس إن الشعب ده ما يستهلش نعمة إن الرئيس الوطني ده تعطف وتكرم ورضي يحكمه هيضطر إنه يعمل استفتاء بقى على ماشيان وإلي نتيجته الطبيعية الخراب وترجع تاني أدوات قمعه تعمله عرص انتخابي والشعب كله اللي مش طيقه ده هيلاقي الشعب كله برضه نزله بمظاهرة حب وبيهتف له من قلبه أحيه أحيه بتتنحى ليه من المنطلق ده بقى هيبقى كل معارض في نظر السلطة مأجور متآمر فوضوي عوزها خرابة كل كلمة اعتراضة تبقى قلة أدب وأي انتقاد لسياسات وقرارات هيبقى بيمس أمن البلد وطالما أمن واستقرار البلد في خطر فممكن نسمع من أدوات السيسي لقمع الناس ببساطة وبكل أريحية تهديدات مباشرة بالحبس شتيمة وخطف الأعراض وهم متطمنين إن في ظهرهم منظومة بلطاجة أساسا لا تحاسبهم ولا تسمح لمظلوم إنه ياخد حقه منهم لدرجة إنك هتسمع دعوات وتحريد مباشر على الأتل وعادي صاحبه مكمل وبترقى مهنياً وبتكافئ كمان زي محمد أبو البزبيز وأحمد موسى وغيرها ومن هنا بيكون منهج دولة الاستبداد في القمع هو زيادة نفوذ ومساحة العصايا الأمنية والعسكرية وزيادة في ممارسة عملية الرقابة على كل خرم إبرة في البلد وعلى كل نصاط سياسي أو حزبي الدولة القمعية تحتكر الإعلام والدراما زي ما احنا شايفين وما ترضاش عن أي نوع من أنواع الثقافة ولا عن طبيعة اللي هتسموا مثقفين وقادة رأي وفكر غير بالمنتج الثقافي والفكري اللي بيخدم على النظام عشان كده هتلاقي إن الطبيعي في دولة السيسي إن أسماء معينة في الإعلام مثلاً كان يستحيل إن كلها دور في المرحلة دي فزهقوهم وطفشوهم والعكس صحيح هتلاقي أدفة وأجهل النمازج هي لم تصدر المشهد ومفتح لهم أكبر مساحة للظهور الحكام اللي من عينة السيسي يكرهه الشيخ الغزالي مثلاً أو القراضوي لكن دجال زي علي جمعة وشيخ منصر زي خالد الجندي هم اللي لازم في مجتمع القمع ده يبقوا الوجهة الدينية اللي تخرم في العقول وتضرب في ثوابت الدين جوا عقول الناس وتحولوا للتجارة ووسيلة لتلميع الحاكم وتشجيعه وتغطية كل جرائمه وفساده بسطار مزيف من دينهم المسوه المغشوش طبيعي النظام زي السيسي يكره ويحارب ويحط أسرة في دماغه زي أسرة علاء عبد الفتاح أو أحمد دومة أو عصام سلطان أو عبد المنعم أبو الفتوح لكن يقدر ينشن على أدواته ويلمعهم ويحميهم وينجرهم فنلاقي نمازج محمود بنجو ويوسف الحسيني وطرق الخولي وغيرهم من اللي قال عملت وكان عندهم استعداد يشتغلوا مرشيدين على أصحابهم نلاقي جنب كل زغلول من دول دلوقتي لقب البرلماني أو عضو لجنة العفو الرئاسي أو الإعلامي ملك الاقتصادي اللي هيجيب الدولار لمس أكتاف والخلاصة إن دولة الاستبداد هي في أساسها دولة مخوخة وكل ما زادت درجة توحشها وافتراها وزادت معها أدوات القمع واتنوعت عمرها ما هتكون دليل قوة وسيطرة بالعكس كل ده دليل ضعف وقلق ما فيش سلطة في التاريخ مهما طالت مدتها وزاد بطشها وقذاها وكانت سياستها بس أيما على زيادة الخوف في نفوس الناس فتخيلت إنها قادرة تكمل للأبد في إنها تعيش على خضوع الشعب واستسلامه كل ده التاريخ أثبت فشله واللي سمع بس أو قرى عن هتلر ولا موسوليني ولا تشاوشيسكو أو شاف صدام والقزافي وعبدالله صالح وغيره والنظام اللي دايما مراهن على السيطرة من خلال إنه يملك أدواته لقمع الناس لابد هيجيله يوم وظهر الضعيف ينكشف ويعرف إنه لو كان راهن على الشعب نفسه على التسعة تنفرر اللي ما معهمش سلاح كان هيبقى أحسن ونشوفكو على خير إن شاء الله